السلام عليكم ورحمة الله إخوة المربين في فيديو اليوم سنعرض لكم ما هي نفشة الريش لدى طائر الكناري وأهمية التشخيص السليم عند طيور الكناري أثناء بداية وقوعها في مرض معين لتفادي هذا المرض فالتشخيص السليم هو جزء كبير من العلاج أو جزء الكبير المسؤول عن علاج هذا الطائر بشكل سليم دون انتكاسة الطائر ونفوق الطائر وما يؤدي أو يهدد حياة الطائر بالموت إخواني بداية نفشة الريش عند طائر الكناري طائر الكناري يقوم بنفشه للريش لأمرين الأمر الأول هو الأمر السليم عندما يكون أو يذهب إلى النوم عند انطفاء الأنوار أو عدم إجغال الإنارة عندما يقوم الطائر بالنوم يقوم بنفشه للريش والوقوف على قدم واحدة فهذه الحالة الطبيعية طبعا الغاية من نفش الريش لدى طائر الكناري هو تدفئته لجسمه لأن الطائر عندما يكون نائم أو عندما يكون مريض طبعا عندما يكون نائم تنخفض درجة حرارة جسمه وممكن بنفشه للريش يقوم بتدفئة جسمه ورفع درجة حرارة جسمه من خلال هذا النفش أما عندما يكون مريض أيضا إخواني لنفس السبب لأن الطائر عندما يكون مريض تنخفض مناعته وممكن أن تنخفض درجة حرارته فيقوم بتدفئة جسمه عبر نفش الريش أما أهمية التشخيص السليم وكيف نقوم بالتشخيص السليم لدى طيور الكناري إخواني بداية نقوم بقسم جسم الكناري إلى قسمين الجزء الأول هو الجزء العلوي عبر تشخيص الأمراض التنفسية أو الصدرية وطبعا الأمراض المعوية والهضمية بالجزء السفلي بداية تشخيص الأمراض التنفسية أو الفاش الرئوي والأمراض الخاصة بالجهاز التنفسي يكون عبر فتح فم الطائر بشكل مستمر وتحريكه للسان وإصدار أصوات شخير وتقطقة وأيضا ممكن خلوت المساحة الموجودة حول العين من الريش فضوت الريش حول العين وممكن أيضا إخواني وجود المياه أو السيلان في أعلى منقار الطائر الكناري كل هذه دلائل دلائل على مرض طائر الكناري بمرض التنفسي وأيضا إخواني أحدى علامات الأمراض التنفسية ممكن أن نكشف على بطن الطائر لتشخيص مرض معوي معين أو نلاحظ في تسييف لدى أطائر الكناري أو ضعف في حال ما فنكشف على بطن الطائر نلاحظ بقعة سوداء لا يكون شرط وجود البقعة السوداء بقعة الكبد تحت الحجاب الحاجر أو تحت السيف الصدر الحد الفاصل بين الصدر والبطن وجود بقعة السوداء ليس بالأمر الضروري أنه يدل على وجود مرض معوي لدى هذا الطائر فممكن سوء التغذي لدى الطائر الكناري أو عندما يكون لديه أو مصاب بألفاش الرئوي يقوم ألفاش الرئوي بالتغذي على دم الطائر وامتصاص جميع الفيتامينات والأملاح المعدنية الموجودة في جسم الطائر فلهذه الحالة ممكن أن يظهر الكبد فنحن ممكن أن نظن أن هذه الحالة أن هذا المرض معوي أو التهاب معوي حاد فنقوم بتقديم لهذا الطائر تقديم بعض المضادات الحيوية بهذا الشكل نكون بدل أن نعطي العلاج الصحيح قمنا بإذاءة هذا الطائر بهذا الشكل يجب التأكد من خلوة الطائر من الأمراض التنفسية عند ظهور بقعة الكبد في أسفل الصدر هذه نقطة جدا مهمة إخواني ينتبهوا لها أثناء تشخيص مرض الطائر أيضا إخواني عندما نقوم بالتشخيص السليم هناك أمور ودلائل مهمة يجب الانتباه لها أولى الدلائل طبعا نفشة الريش وجلوس الطائر في أسفل القفص فهذه دلائل أن الطائر مريض وقلة حركة الطائر في القفص طبعا انعدام الحيوية والنشاط لدى الطائر هذه دلائل مرض أيضا إخواني الشراها في الأكل أي جلوس أو مكوث هذا الطائر على معلف البذور ومعالف الطعام ولا يقوم بالشبع هذا الطائر ممكن هذه دلالة مرضية أيضا إخواني يجب تشخيص هذه الأمور والدلالات جميعها وجود بقعة بيضاء مناء مائية حول براز الطائر في أرضية القفص دلالة مرضية إخواني أي وجود سوائل في أرضية القفص بقعة كانت بيضاء أو خضراء أو ممكن أن تكون بنيت اللون بشكل مائي هذه دلائل جميعها دلائل مرضية أيضا فقدان الشهية وشرب الماء بشكل كبير هذه إحدى الدلالات المرضية فيجب تشخيص المرض بشكل سريع عبر الإخوة المختصين كانوا بيطريين أو خبراء في مجال تربيط الطيور فالتشخيص السليم طبعا 90% من العلاج لدى طيور الكناري لأن طائر الكناري يملك ميزة مهمة جدا بما أنه طائر مقفص إخواني يعطيك دلالات بشكل سريع أن هذا الطائر مريض عبر نفش الريش أو إحدى هذه الدلالات التي ذكرتها فوجب تشخيص المرض بشكل سريع وإعطاء هذا الطائر الدواء المناسب وأنصح الأخوة المربين عند وقوع طائر كناري في مرض معين عدم إعطاء المواد الطبيعية كخل التفاح والليمون على الأخص أو حتى الحلبة بشكل عشوائي فيجب النظر أو فحص إن كان عبر فحص البطن كما ذكرنا من الخط الفاصل بين أسفل الصدر إلى العضو التناسلي أو العضو الذكري أو الأنثوي لدى طيور الكناري في هذه المنطقة منطقة البطن هي التي تكشف لنا الأمراض المعوية كما ذكرنا أن الأمراض التنفسية حركات اللسان وفتح الفام وفضوت الريش وسيلان الأنف هذه علامات ودلائل ممكن أن تكون أن هذا الطائر لديه مرض تنفسي فعند الكشف على أحد هذه الأمراض أي إخواني على سبيل المثال لن سأطرح مثال صغير أن مثلا رأينا الطائر ضعيف أو ممكن فيه تسييف حاد ممكن أن لدى هذا الطائر فاشري أوي منذ شهر أو شهرين ولم نقم بالانتباه على هذا الأمر نقوم بتقديم خل التفاح لهذا الطائر بغية شفائه بقزنة شفائه في هذه الحالة نكون قد آذينا هذا الطائر لأن هذه المواد خل التفاح والليمون والحلبة فيها مواد حارقة للدهون فهذا الطائر فعليا هو خسر من وزنه أثناء مرضه ووصل إلى حد التسييف فبتقديم خل التفاح نكون قد آذينا هذا الطائر فمن الضرورة هو تشخيص المرض بشكل سريع وتسعون بالمئة من بداية الأمراض نقوم بحلها عبر تقديم الفيتامينات أو مركب التايلوزين فخل التفاح والليمون ممكن أن يؤذوا حياة الطائر إن قمنا بتقديمه بشكل عشوائي إلا في بعض الحالات حالات الميجابكتيريا البدائية ممكن أن نقدم بعض الأحماض العضوية أو خل التفاح وغيره لن أتفصل في هذا الموضوع لأن لدينا إن شاء الله في الفيديوهات التالية اللاحقة سلسلة كبيرة عن أمراض الطيور سنبدأ بها إن شاء الله فبداية أنا أنصح لإخوة المبتدئين على وجه الخصوص عند ملاحظة أن الطائر قام بإحدى هذه الحركات أو دلائل مرضية بمراجعة أحد المختصين لتشخيص السليم لهذا المرض وتقديم الدواء المناسب إذن إخواني لا نقدم المواد الطبيعية التي تحتوي على مواد حرقة للدهون والشحوم لدى طائر الكناري عند ملاحظة مرض طائر الكناري بشكل عشوائي يجب تشخيص المرض وتقديم الدواء بشكل سليم لأن كما ذكرنا أن طائر الكناري يعطيك بعض الدلالات تؤشر أن هذا الطائر مريض فممكن أن يستجيب للعلاج عند إعطائه الدواء بشكل سريع وعلى وجه الخصوص يستجيب للعلاج بشكل سريع أما عندما نقدم خل التفاح أو الليمون بشكل عشوائي ممكن أن نضعف الطائر بشكل كبير وعند بداية الدواء الحقيقي لهذا الطائر لا يقوم بالاستجابة لأنه لم يعد لديه الطاقة أو القدرة على تحمل هذا المضاد الحيوي الذي سنقدمه كل ما لدينا اليوم إن كان لديكم أسئلة عبر تشخيص الأمراض فاتركوها لنا بتعليقات السلام عليكم ورحمة الله والبركات ترجمة نانسي قنقر